السلام عليكم مرحبا بكم نورتوا نورتوا قناتي قصة سنينة نقولكم اهلا وسهلا بكم اليوم بقصة جديدة وعبرة جديدة ان شاء الله تعجبكم الحكاية قبل ان نبدأ الحكاية لا تنسوا اشتراك في القناة وفعل الجرس يصلكم الجديد اكيد جيم وتعليق شباب كيمان تومة ويلا نصلوا على خير المرسل محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ الحكاية تانا تقول احدى البنات انا بنت كنت نحب قرايتي بزاب بزاب كنت مع صحاباتي انقصروا ونضحكوا الاسباب في خارج المدرسة يعني برا وفي وقت الدراسة كنا سيريو كنا نديروا افواج مع بعض شباب وبانات واخيرا لكل اخوة ما بيناتناش هذيك كنا مع بعض وكنا نفهموا يعني على بعض وحتى نفهموا بعضان الحاجة اللي منكنش فاهمينها الا اللي فينا مفهمش حاجة حتى اجل نهار وين كنت نارى يحل المكتبة تم ما تلاقيتو ويا ريتني ما تلاقيتو كان يمشي بالطوم موبيل حتى حبسها فجأة وحل باب الطوم موبيل وقاسني به طاحوا لي الكتابات اللي كنت هذيتها جمعهم لي وشاف معايا وشوفهم طولك وقال لي سمحيلي سيحت علي القهوة حبست اون ديريكت وفتحت الباب والله ما شفتك هذيت الكتابات انا وقعت له معليش ومشيت ومن ذاك اليوم اعادي يجي وين نقرأ شايف معا صاحبتي وسقسها عليا وهي تحب تحكي على كلش يعني اهدايريه بزاف قبل ما نقول لكم ما خلت ما خلفت عرفته على اسمي وتوقيت اللي نخرج فيه قلت له على كلش وحنا خارجين نلقيت السيد قدامي جي اهتر معي قال لي حب نتعرف عليك اعجبتيني بصراحة من اول ما شفتك يعني اه وانا نحب ننوي لحلال قبل كلشي انا هنا خفت وقلت هذا بين خلايطي ما قلت له حتى كلمة ابقى كلما يشوف صاحبتي يحكي معها على اساس حبي تعرف فعلية عدت نخاف نخرج وحدي حتى هدرت معها وقلت له يوليد الناس روح نلعب بعيد قليك ونكنا عيني نلعب بعيدة ما نخليش خدمتي لجيلك ونجيك من بعدها صاحب تعطيها التليفون وقالها مديه لها انا ارفضت التليفون وصاحب تتحلل فيها وتقول لي انت يا متشوفيش حلش بابا وحطا قلتها انت امنية اللي متعرفيها ومش هكا قلت لي ايه احكميه وعطي الراجل راهو وشهد فيك وش بيك دي ذاك التليفون وعيت له قلت له قال له اهزه لي ياه قال لي سالم قلت له سالم ممكن نفهم وين حب توصل بهذه العقلية قال لي حب نوصل ليك قال لي من كذب ش عليك من يوم شفتك درتي فيها حالة اضحكت انا وقلت له امنتك وش من حالة هذه قال لي بدلت لي كل بروغرامات التوعي كل بروغرامات تحياتي وركم تعرفو حكينا نصيب واحد كل يوم تقريبا يهيط لي حتى تعرفنا حسيت اني ولفته وتعلقت به بعد ما حكينا وتعرفنا وزيد حبه لي كنت نحسو خفيف العقلية التاعي وصعيب يعني عصبي والحب هذا غطى علي بعد مدة حب مروان انه يتقدم لي وفقت اكيد جاب اهله وعجبتهم كامل كما قالت ماما ها قمر ما شاء الله الزين والرزانة انا منشكوش روحي بزاف الناس اللي تحكم على جمالي تفهمني في كل شي وعلى قرايتي كنت في الدوزيام جامعي حتى انخلص بحكم هو جادارمي درنا خطبها كانت روحة ومرة خطبة هذي كنت نحس معاه بتملك مع ان الشي هذا يقلقني بزاف وبديت بدلها ليا من اي حاجة من اتفه الاسباب حتى مرة جزاميلي معايا اعطاني سجيات شافوا هو دار حالب لها يتقلق وقلية منحب حتى وحتى هدري معاه ولا يهتر معاه على اساس اني مرت قتلوا هذا ما هو شي واحد ما اعرفوش هذا زميل معايا ويحكينا على المراجعة ومهوش غير يحكي معايا هكا كبرك قل لي صايي هذا السيد ما نحبوش زيد يمدلك ورقة اه انتفهم معاك عادرت ومنعه وانش الهضرة التاعي منين ذاك بديت بدل عليها كاني اي طالية حتى كندير بارفا ولا يبهدني عليها من بعد جزوية مات كنت نهضر معاه حتى قل لي احب ندير العز انا تم تقلقت منه وقلت له متفهمناش هكا انا ما زالني نقرأ ويحكينا فيها هذي من الاول هنا تحبس قال لي اه هوي ما عندك وانت روحي وانت اللي نديك تحبيه ولا تكرهي اعاد كيا يحيط لي مروب هون دي شالي يجيني حتى للجامعة بطمو بتاع الخدمة بتاع الدرك ومن ثم ما دخلت في حالة نفسية عدت ما نروح ما نروحش نقرأ خلاص قلعت القرية هذيك نتفكر كلامه وكل كلمة قصتني وخصصا كي يقصي بالكلم هذيك الجارح ويبدأ يطيح لي في الموران دايما جاء ميه انا قلقته بحاجة والله هادرت معاه زي ما في عفسه مش مليحة وهو دايما معاه مني غيب العنف ما يهدرش معايا هادرت احنانا ولا دايما من نيرفي تبدل درجة كبيرة كانوا صحابيتي ايساقسي وهكا عليا وجايوني حتى للدار قلت لهم شوية مريضابرك قدوا ان شاء الله هنجي من ذاك رح تستيكي تروحي ودلت شوية ما كياش وباغفة الله الله عيق لي هوارو بوندي تالي قلت له شكون انت ما عرفتكش جن جنونو قال لي ما تعرفينيشا ما عرفتينش شكونانا يا ربي قلقت 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 ما تصورش كيفه قال لي شوفي ذوكا عندي خدمة ساعة ونخلصها من بعدها انفهمك في هذي مليح هذي الهادرة الزايدة ودعال فيش كولانا مشيت انا دخلت قريت علما انا من بيتش ثمة انا روح جاز علي قللي يا واش هدرتي لمقبيلة ما حبيتش نهدر معاه وخليتو قال لي اطلعي قلت له ما ما يشقاش ما بقيتش هادرة اصلا انت ما تهدرش كامل مورمال وما تقدرش تتحكم في نبرة صوتك من بعد هبط علي اياه وقال لي وش اصرى فيك هذا عليها تدير ياكا قلت له اوكي تقدر تهدر اني نسمع فيك خزر فيها نصيب وقال لي وش هذا الخمج لك ديرته في وجهك قلت له ما عندي شي مرأي اه كما رك تشوف قال لي يتبعي لي في الهادرة واقيلة وغير يخزر فيها وقال لي من الصبح اللي بديتيها وضوكا حبيتي تزيد تخلصها كثر وكثر قلت له قال لي سيبو نتفاهمو عليها هذي وراح نيرفي كما العادة ورحت نغسلت وجهي وقلت ماشي انا اللي اندير له هكا غنفت تليفوني وقلت وغد واعيت له قلت له اسمح لي انا انت اللي يتبدلتها لي وكنت ارتها بالعاني بهت حس كما حسيت معك انا قال لي سترك ربي من طريحة كون محكمت شو ثبت روحية انا لتزدمت ومتوقعت ش هذا الجواب من عنده قلت له اوكي اتهدد فيها قال لي انا جامي نهدد انا ننفل ديريكت قال لي علاجي لك انت يا رايح نغسل خدمتي وعلاجي لك راح نخرج كامل منها قلت له حتى انا خسرت قرايتي وخسرت بزاف ناس انا من الول كنت يا مروان حاسب اللي حياتنا راح تفشل سكتها كزمان وقال لي انا من قدرش نعيش بلاي بيك ومستحيل نكمل حياتي غير بيك انت يا لازم نخرج ونحكيه ما خليه حتى حاجة خلاف بيناتنا قلت له اوكي وافقتنا واخترنا نهارك وخرجنا شفنا ما كان عام فيه الناس وقعدنا فيه حكينا وطرونجينا وكل هذا رجعت المياه للمجاريه في هذك النار وانا انا امشيها كامعة طاحلي البراسلي تاعي في لغ حبستها كا ودرت ورايان القاه في يد واحد السيد هو كان فايد مروان يعني فاتني في المشيه السيد قال لي هذا التاع قتله ايه قال لي يقتل زي كنتي اقتصدمت هنا ومشيت وخليته عنده كان ما شيفش مروان كي كان معايا يا يما انا حبسته ومشا كانوا الناس بزاف ماشين محلا بلوش باللي كنت انا معا مروان يعني كشور الاكتظاث وانا حبسته لباش نهارك هذك الراجل ما شيفني معا مروان ومروان ما شيفني انني حكيت مع ذك الراجل المهم كان مروان راجع عندي وهو قال لي هذك متهديش على الزينة يعني كشحال شابين وانا في الموقف هذا جمت ونلقى مروان جن دي لكتلي بلا ما اهدار معا كلمة حكمه قتله قتله واجمه قتله ما خلاله وش فرصة ينوض حتى فيها غير طايح فيه ضرب ضرب داروا بينا الناس كامل وبدو يفكو فيه كنا ما كانش الناس نحلف باللي كان قتله طلعنا في الطاو موبيل خبط البيب هذك وخبط المفتاح وقال لي فهميني فيها هذي كيف هتحبسي علاجه لا واش تحبسي وطلب راسلي كفر هكا قال لي طاح طاح معلى بلكشن تياب اللي هي كين رخاص غير يلقاوها سبها وانا غير سيكتاء ومشوكية كيف هذرب السيد بدرجة العنف هذيك واش من قلب عنده هذا ما كانش لازم كامل يضربوا بهذه الطريقة قلت له هذربتوا بهذه الطريقة حرم عليك قال لي هو اللي وصل روحه يتبلى في مرأة معلى بلوش باللي مع راجلها ما يحشمش جاوني الناس كنا ذبحتوا اون ديريكت قلت له هو صح غلط بالصح يا مروان مشي هكا خزر فيها هكا قال لي ما لها عجبك ادي فيها هكا قلت له زعمك يعد تنتاجها دارمي تحقر هكا زيدنا في الهادرة انا وياه هبط كملت تسائروا واحد وحدي جاز هذك النهار اسوأ يوم في حياتي منين ذاك ما عيط ليش المدة اسبوع مام انا ما عيطلوش كانوا صحابتي يضحكوا ويقصروا انا في عالم محتخر كنت نشوف فيهم كيفا يحكي ويخرجوا انا عدت نخاف كن يوقف حد قدامي كي نقرأوا مع بعضا نتجنب اي زاميل معايا عقدني الدراجة مشي نورمال سونا تليفون هزيت عليه برود اخلاص قللي حبي اسمحيلي على هذك النهار انا صح بلغت في ردة فعلي مي يا الله غالب تنير فيت ما نحملش هذلي جاز كامل راني جاي ضكوت وحشت نشوفك يا عمري ونقعدو كيف كيف قلت له لا لا زيد تضرب كاش واحد وقالي هذي المرة نقتل بس كاتا هكا واش قلت يا حب قلبي نجي ولا لا لا قلت له مام انا توحشتك بزيف من بعد حكينا هكا وجوزنا النهار كيف كيف ونساني في ذك النهار نهائي اعطاني كادو هكا كي روحت حلي تلقيته وبراصلي ومعاه ورقة مكتوب فيها سكرهم لي حمريح تبسمتك وبعثت له ميساج قلت له اه سكرته يلغير تاعي ريبوندالية انتية تاعي وحدي فاتوا شهور وذوق العامين والحقلة فينا لتال جامعة تاعي كان هو خدام خارج الولاية جاء احلى يوم في حياتي كت خرجت ودرت حفل التخرج تاعي كان معايا في اسعد يوم حسيته روحي هنا تهنيت وبلغت الحلم اللي كنت نحلم به ونستمع فيه وجاء فصل الصيف وقررنا نديره العس حددنا يوم من تمة بدأت السعادة تتحقق مع بعضها كم من وجدنا كامل تجهيزة العس وجاء يوم لغوب هذيك لغوب لونش اللي كنت نحلم نلبسها ورب كتبها لي ولبستها جاء مروان داني من دارنا حسيت روحي اميرة تخلنا لدارهم فرحانين وكان داري مع اهله بحكمه كل مرة ينتقل من ولاية بسبب خدمته علما عندنا ايطاش فوق وانا ارفضتهم كل واحدة تزوجنا وكنا اسعد زوجين حب كنت مع اهلو كأنهم اهلي وامو منا الطيب الناس كان كيجي للدارة نحس سعيد بصحواء نحسوا ماهوش مرتاح حتى جاء نهار وكنا كامل كيف كيف امو واخوتاتو في زوج خاوة وواحدها كاتت خلق عادة معنا تم بدأ يخزر في يهو ويهاي ايطالية ورحت لعندوه وتم تصدمت بوش قال لي شدني من يدي ودخني للصمرة تيانا وقال لي ويش هذي اللبسة لراكي لابستها وقاعدة بيها قلت له ليو كالبسة لبزها يا اهي اك اه اه قندورها برك تحد ار اد tormentو عادية ولل احد احتف outros قطت له له مرهوان انا لم يبز لبسة لبسة احضور لبي قدمت شيخي ولا سلفية قال لي اصل المعجب possessions dida and saw itقل لي Brown wake you his best كيف يقصد واحد به هذي وبحر人ه قطل له مرهوان اهتاك أخوك اللي هو سيلفي عجب ان تخمم هكذا حلف فيها وقال لي ما غضواء تطلعين فوق وما كان شهب طلث اما خرج بيت في الخدمة وانا اغنبكي جيت ماما قلت لي وش كاين يا بنتي ومر وانا خرج مقلق وما ديش الحواج اللي حطيتلو يديهم زعمة وما هدرش مهاي خلاص قلت لها للا ما كاين والو قلت لي يا بنتياني شوفتهم قلق سمعت كل يعياتها قلت لها كان يحكي بارك في التليفون عنده خدمة بك على بها خرج مزروب وانا دموعي على خدوتي من ذكى عايت لي صباح وقال لي اطلعين من بعد الدوزن انا نطلعوا مع النوح ويجي كانوا تقريبا كامل الفوق جيتني صعيبا نحكي لهم مي قلت لعجوزتي انا ومروان طالعين الفوق قلت لي وعلي شي بنتي كش ما وصلك لبناتها قلت لها حاشة لله عاق دابرك وشي خيقا نحكي مع مروان وش نسبة عايت له وحكي معه قال له مروان ظهرت لي ونفحت لي هكا وسكرتي فون على بابه قل للأدب زعف شيخي وقال لي الله يسهل عليه كي ما يحب الدار دارك هي هنا ولا الفوق كيف كيف يا بنتي طلعتنا للداري حسيت بالوحدة مام ماما ما حكيت لهاش وما حكيت حتى الحد كانت منين ذاكت زوني هي واختي بالصح ما جيتش تقعد عندي طول تروح وتدي قلبي معها هكا بدوني لي بخوبلام معه عاد ما يحكيش معي بزيف جز كونكور هكا ما خلانيش نشارك فيه يحضر نص هضراء بيت دايمون في الخدمة نحسه غريب عليها كنت نخاف منه حتى كي يقرب لي لحنا ناولو ولد انهاب منه حتى في الفراج تاعنا ونرفضوه غير من العنف التاعو اللي مقدرش انصارحو به غير الدموعي اللي يحكوه على وش يصره كان كي يتجي ويتغشش هكا يكسر اي حاجة قدامه فاتوا اليامات وتخطبت سلفتي ودارت خطبه او هرس كنت فرحانة معها كانت اختي الثانية وجنهار هرسها كنا نوجده هكا في تحضيرات العز من مروان هز كونجي بهيريح كنت نلتحت مع الفاميلي يحضروا للعز من بعدها عيدت لعجو سيء وقتلي يا ابنتي روح انتي ومروان للصالو شوفوا لاليس تاع العز بلاك نسي ناكش واحد روحت انا ومروان اللي هي سلفتي لاخرى تخلنا للصالو ياريتني مدخلت كنت ما خواليتو وولد خالتو تخلنا سلمنا عليها وقلنا له ومس الخير برك وحكيت معانا واحدة من خالتو وقالت لي الله يبارك تبني انتي العروسة تبسمت معها قلت لها الله يسلمك هو كان يشوفه معايا ما نحش عينيه عليا انا حشمت منه وخرجت خرجت مرواء وقالت لي شفتي هذك هو سفيان وليد خالت اللي حكيت لك عليه قلت لها ايه ان شاء الله يكتبو لك ربي ويكون حلالك خرج هو رحت ليه وقالت له ويش سفيان طولتها هذي المرة من مدة ما جيت ناش خليتها واقفة معه اطلعت لداري انا هدار معها وقالها حبي تنسق سيك شكون اللي دخلت معاك ذكا قاتلوا وعليش قالها الله يبارك ولا نقدر نعرف بنت من هي تشوكات هي وشعلت فيها النار الغيرة قاتلوا سقسي مروان عليها جيت طلعت عندي اضحكت معها قلت لكن يهدر معاك ولا راي حاكمت المالة ماري بوندت ليش خلاص وحسيتها مبدل وجهها عايت سفيان لمرون وقالوا واني محتاجك في واحد الموضوع قالوا مروان اوكي اتفضل قالوا مشي يا هادرتها تليفون اني يا عندكم لازم نحكيوا فيها خير قالوا مروان سيبوا اني جاية احنا هكا دخلت علينا العروسة قالت انها اي جاية الحفافة سحبتي لو كانت مشطوط ماكيي مشطنا ماكيي ناهاكا قالت الحفافة جيت هي روعة بصحتك نتقد سلفتي العروس وقالت لها ايه مرتخويا هذي اصلا مني حب لا ماكياج وضحكنا هكا مروان ما قالت والو حتي كلمة وغير مقل قبرك دخل مروان للدار سلم على خالاته كامل وعلى سفيان من بعد اخر جوث ما احكالو اشتركوا في القناة